اشتركوا في القناة اليوم رح احكي عن صفات الابراج يعني اهم صفات الابراج فاللي حابب يعرف ويسجلها عشان يستفيد في التحليل سريعا للابراج ورح نشرح كيفية الاستفادة منها في نهاية الحلقة طبعا اليوم توقعاتنا هي اليوم الاربعة 14 تموز القمر موجود في منزلة العواء في برج العذراء وهي منزلة للربح والحرية والزواج رح يمكث فيها القمر لغاية الساعة 3 و37 دقيقة بعد العصر من عصر يوم الاربعاء لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة السماك الاعزل وهي للصلح والدواء والضرر والتصليح طبعا القمر بما انه موجود في برج العذراء فتأثيره بكون علينا على جميع الابراج في هاي الفترة منعود الان لطبيعتنا الجادة ومننتبه اكثر لصحتنا بممارسة تمارين رياضية او البدء بحمية بتساعدنا على المحافظة او في المحافظة على وزن مناسب منقبل على عملنا بهمة ونشاط وما منترك لا شردة ولا وردة دون تفاحصة نجد انه عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دورهام وبنشعر انه الناس شحيحون في عطائهم ماديا وعاطفيا طبعا ممكن انه اليوم نتفقد انفسنا ونتوهم امراض مائلها اي وجود هاي الفترة هي افضل فترة للتخلص من عادات سيئة كالتدخين وشرب الكحول وبوسعنا اقتناء حيوان اليف او مطالعة كتاب مفيد او البدء بوظيفة او عمل جديد وزي ما حكينا البدء بحمية اهم اشي انه الفترة هاي مناسب لهذا الامر بالنسبة للزوايا الفلكية عنا زاوية واحدة اليوم هي زاوية التثليث ايجابية وهاي زاوية رح تكون بين القمر وبين اورانوس رح تكون في تمام الساعة عشرة واربع وعشرين دقيقة صباحا هاي زاوية بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادي منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك طبعا بالنسبة للقمر الان موجود بالعذراء خلو المسار رح يكون يوم الخميس خمستاش سبعة بيبدأ في تمام الساعة ستة وستة واربعين دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة ثنتين وواحد وثلاثين دقيقة بعد الظهر لا ينتقل بعدها لابرج الميزان اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال خمس ايام في تمام الساعة ستة وواحد واربعين دقيقة صباحا بيصبح ست ايام نسبة الاضاءة بتصغير عشرين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم اثنين وعشرين سبعة سعيدة بنسبة خمس واربعين في المية في ساعة الظهر بتصير ستين في المية واكثر لغاية ساعة المساء القمر في العذراء حتى يوم خمستاش سبعة سعيد بنسبة عشرين في المية عطارد في السرطان حتى يوم 28 سبعة سعيد بنسبة 45% الزهرة في الأسد حتى يوم 22 سبعة منتحسه بنسبة 75% المريخ في الأسد حتى يوم 29 سبعة منتحس بنسبة 40% المشتري في الحوت حتى يوم 28 سبعة منتحس بنسبة 15% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 10-11 منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثورة حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نيبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 1-12 منتحس بنسبة 15% بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 16 منتحس بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم بدكوا تنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك بدكوا تنتبهوا لأن القمر الآن في البيت السادس يعني لا العمل ولا الصحة انتبهوا لغذائكم وراحتكم ممكن تشعر ببعض الإرهاق بسبب كثرة الأعباء حاول أنك تنظم عملك بشكل جيد حاول أنك ما تهمل الواجبات حاذر من التبذير ممكن اليوم تعالج مسائل مالية وممكن تجدلها نوع من أنواع الحلول المفاجئة المتوجب عليك في هاي الفترة أنك تحافظ أنك تسيطر على عصبيتك وعلاقتك بالأحبة حاول تخلي كلامك واضح برج الثورة ابتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم اليوم داعم لإلك بشكل كبير بما أن القمر موجود في البيت الخامس لإلك فما بيتخلى الحظ لا المالي ولا العاطفي عنك حاول ترتيب الأوضاع اللي تراجعت في الأيام السابقة حاول تصحح الانطباعات عنك أكثر اثبت للمشككين طاقتك حاول أنك ما تستسلم للضغوط قبل تحقيق إنجازات طبعا أهم إشي حاول أنك برضو ما تهمل وضع البيت عندك والمشاكل أو الضغوط اللي أنت بتعاني منها برج الجوزاء بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم والاهتمام بالشؤون العائلية هذا اليوم اليوم بتجد تعاون من أفراد العائلة أهم إشي إنك تهدئ من روعك اتوقف عن التفكير ولو قليلا ممكن تقلق بشأن أحد أفراد العائلة أو ممكن اليوم إنك تختلق المشاكل وحاول يعني ما تخالف الرأي العام لأنه شوي أنت مزاجك في الفترة هاي لأنه القمر في البيت الرابع يعني تربيع معك فبضغطك شوي حاول إنك ما تناقش بجفاء بل بلويونة أهم إشي حاول إنك تضبط أعصابك ولسانك برج السرطان ابتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات وهذا يوم مناسب لاجتياز امتحان وممكن اليوم تعززوا العلاقة مع أخ أو جار رح تكثر عندكم التنقلات والحركة والتواصل هاي فترة ممتازة العقد مؤتمر أو للقيام برحلة أهم إشي إنك ما تكثر المطالب حاول إنك تتجنب اعتماد أسلوب فض وابتعد عن التحديات والمصاريف قدر الإمكان اليوم في ميزة جيدة إن القمر سعيد فهذا بساعدك للترويج لشيء معين أو لاهتمام بأمور إلها علاقة إما بالسيارة أو إلها علاقة بالأجهزة الإلكترونية برج الأسد ثم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي منكم ممكن يعني شوي يكون اليوم هيك جاي عبال ويشتري أشياء كثيرة فهديروا بالكم من المصاريف لزيادة حاضروا من النفقات قدر الإمكان امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تناقش موضوع مالي أهم مش إنك ما تتسرع في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل لا تبذر أموالك كون عاقل ومتيقظ قبل التوقيع على عقد وحاول إنك تحدد أهدافك في بعض الأشخاص من موليد برج الأسد ممكن يحصلوا على هدية أو نوع من أنواع الدعم ولكن الأهم زي ما حكينا حاول إنك ما تبالغ بعصبيتك وما تبالغ بانتقاداتك ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط أهم شنك تبادروا لخطوة جديدة بالدعم من مكانتكم الاجتماعية ممكن اليوم تحسم أمورك وتقرر على شيء جديد ممكن تفرح لإنفراج أو لتسوية أو لتطور أمر ما بتلفت نظر الآخرين بأفكارك الخلاقة وسرعة بديها ممكن اليوم تنهي مفاوضات لمصلحتك ولكن الأهم أنك تنتبه لأنه بيت المتاعب شوي ما زالت الزهرة والمريخ بيضغطوا بشكل كبير فعشان هيك بدك تكون حذر من الإنفعال وردات الفعل والمغامرات الغير مدروسة برج الميزان طبعا هذا اليوم مش يوم سعدكم لأن القمر موجود في بيت المتاعب فهذا يوم بيتطلب منكم الانتباه أكثر وبشكل كبير لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم ممكن تعيش في دوامة من الكآبة أو الإحباط أو تشعر أنه ما عندك طاقة نهائيا هذه فترة فيها نوع من أنواع الإرهاق ابتعد عن الأجواء الصاخبة والأماكن المكتظة ابحث عن الهدوء والسكينة حاول تراقب غذائك وصحتك ما في شيء بخوف ولكن نوع من أنواع الاهتمام برج العقرب بوسعكم تعزيز صداقاتكم ومنكم اليوم ممكن يحقق أمنية ومساعدة صديق ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة ممكن يطلب هذا الشيء يعني خود تجربة اجتماعية جديدة أو مهمة تتاح لك الفرصة لغربلة ومعرفة الصديق من العدو في هاي الفترة حاول أنك تظهر انفتاح أكثر واهتمام أكثر لكل الأمور أهم شيء تخلي علاقتك بأصدقائك جيدة ما بتقدر وحاول أنك ما تبالغ في الفترة هاي وما تجازف وما تغامر لأنه ما زال الزهرة والمريخ بيضغطوا عليك بشكل كبير في بيت متعبك إذا كان عندك اتصالات مهمة أو امتحنات فهذا اليوم مناسب برج القوس يوم مناسب لللي بيبحث عن عمل واللي بيعمل بينجح بالدفع بمصالحه باتجاه أعماله أو مخططاته اليوم بحالفك الحظ على إنجاز كثير من الأمور أو إنجاز أعمالك القائمة ممكن تتلقى عرض أو تجد نفسك في موقع مهم حاول أنك تكون عند حسن الظن اتجنب الإنفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية حاذر من الحوادث ممكن اليوم يجيك خبر من بعيد يكون مزعج أو يستفزك أو خبر ممكن بيكون أثناء تعاملك مع شركة أجنبية أو خبر مثلا كنت بتنتظره فالفترة هاي يعني ممكن يكون بعكس توقعاتك برج الجدي ابتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم ممكن تفرح لانفراج ملموس وبترتفع فرص النجاح عندك بشكل كبير وبتشتد عزيمتك وممكن اليوم تقوم بخطوة مباركة يعني تحقق من خلالها إنجازات ما كانت منتظرة ابتتلقى إشارة إيجابية هاي فترة مناسبة لالتقاط أنفاسك بعد العواصف حاول تستثمرها بكل قوتك إن كان الموضوع له علاقة بالامتحانات أو بالسفر أو بالاتصالات أو بالاستراد والتصدير أو حتى على مستوى الجامعي والدورات كل الأمور ممتازة حتى اللي عنده قضية قضائية ممكن اليوم يتكون باتجاه مصالحك برج الدلو طبعا الاهتمام كله رح يكون على الأموال المشتركة أموال الزوج أموال الشريك أموال البنك أموال تأمين أموال ضريبة كلها هاي اليوم يعني أو بعضها رح يكون اهتمامك متوجه اتجاهها فاليوم ممكن تعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة بتكون متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكون تخففوا من النفقات المتصاعدة حاول أنك تطلب رأي الشريك قبل التمسك بقرارك ممكن تنشغل بمسائل مالية وهموم صحية وعائلية باستطاعتك بحث موضوع قرض أو تمويل أهم إشي أنك ما تهمل التفاصيل الدقيقة وحاول أنك تستشير أهل الاختصاص برج الحوت يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم القمر مقابلك تماما في بيت الشراكة فعشان هيك تعزز شراكاتك وخصوصا على المستوى العمل وعلى مستوى العاطفي أهم إشي أنه حاول أنك تهتم وتتواصل مع شركائك بشكل لطيف وحذر ما بنصحك إتمام الفترة هاي يعني موضيع لها علاقة بخطبة زواج توقيع عقد تجاري دون ما تدقق بالتفاصيل وتكون حذر بكل خطوة بتعملها يعني بمعنى آخر بدك تدرس الأمور كأنه لمصلحتك أو مش لمصلحتك حذر من توجيه الكلام الجارح أو النابي أو اللي بغير محله ممكن تواجه خصم شرس بالفترة هاي وممكن تشتد المنافسة بينكم لا تخالف القوانين عشان ما تكون أنت المداني ولا تهمل صحتك هيك منكون انتهينا من التوقعات والآن بدنا نروح لفقرة اللي هو السؤال وجواب طبعا كان السؤال بالأيام الماضية عن صفات الأبراج يعني إيش أهم صفات الأبراج بنقرأ كثير عن صفات الأبراج وبكون حكي كثير وبتدخل المعلومات في بعض وبتتناقض المعلومات في بعض فالآن أنا بدي أحكي عن صفات الأبراج ولكن هاي صفات ممكن يجي صاحب برج معين يقول لك يا عمي هاي صفات ما بتنطبق عليه أو في بعض الصفات مش موجودة فيه طبعا لأنه طالعك بيحكم وضع الكواكب بيحكم أرقامك الفلكية بتحكم كل شيء له تأثير ولكن هاي صفات عامة بتشمل جميع البرج إما يعني من أقلها لأعلاها بالإيجابية وبالسلبية فممكن ينطبق عليك أربعة خمسة عشرة كلهم ولا إشي منهم هذا الشيء مش أنا اللي حط وهي قواعد أساسية موجودة ووضعت الكل بيحاول أنه يأخذ فيها فعشان هيك أنا اختصرت لك إياها بدل ما أعطيك كلام كثير فهاي أعطيتها وخصوصا للأشخاص اللي تابعوا الحلقة الماضية والحلقة اللي قبلها اللي كانت بتحكي عن الأرقام وطريقة النمرولوجي اللي هي الحساب العددي واستخراج صفات الأشخاص بشكل سريع جدا يعني مجرد ما أنك أنت واحد يقول لك تاريخ ميلاده بس بتكتب تاريخ الميلاد هيك بتحلله أرقام بالطابق ما بين البرج ما بين الأرقام والكواكب وصفاتها فبتطلع محلل شخصيته بنسبة عالية جدا فعشان هيك بدي الكل يتعلم هاي الطريقة لأنها هاي بتختصر عليك وقت طويل وهاي بتخليك تحلل أي شخصية إن كان شريك أو خطيب أو حبيب أو ابن أو مين ما كان يكون بتحلله بطريقة دقيقة ممكن تصيب معك خمسين في المية تصيب معك سبعين في المية ممكن تصيب مية في المية أنت ومهارتك بالتحليل الآن أنت كيف بتركب التحليل هو مهارة يعني أما الصفات فهي صفات ثابتة وطبيعة الحال في الشيء إنسان يعني هذا من تطور المجتمع أو تطور الحضار اللي إحنا فيه قلة قليلة من الناس اللي بتقبل الصفات السلبية أو أنك أنت تقول له عن صفاته السلبية فمباشرة مجرد ما قلت له أنت عنيد أنت غير كله لا أنا مش غير أنا مش بخيل أنا مش عارف إيش أنا يعني الكل بده يرفض الصفات السلبية ولكن هذه الصفات السلبية بالأغلب بتكون موجودة بالشخص ولكن هو لأنه رافضها ما بنتبه لها أو بتكون فيه ولكن بصفة قليلة جدا عشان هيك حاولوا قدر الإمكان إنك ما تعطيه حدا سلبيات عشان ما تنشتم وتتبهدل وتنقل جيمتك طيب خلينا نعطي الصفات ونشوف كل برج وبرضو أنتو بتعليقاتكم لما تحسب لحالك تاريخ ميلادك وتشوف أرقامك وارتباطها بالكواكب وصفات الكواكب اللي هي في الحلقتين اللي حكينا عنهم الماضيات وبرضو من الصفات الموجودة تدمجها مع بعض قديش بتصير نسبة تحليلك للشخصيات جرب على حالك جرب على الأشخاص اللي حواليك وشوف أنه الصفات هاي بتنطبق بنسبة كام وكتب بالتعليقات عشان الكل يستفيد منها ونعتبرها هاي نوع من أنواع البحث يعني بدنا نبحث في هذا الموضوع ونشوف ونحط إذا وجدنا النسبة عالية معناته ممتاز جدا برج الحمل طبعا برج الحمل عشان اللي ما بعرف تواريخ الميلاد برج الحمل بيبدأ من 21 ثلاث لغاية عشرين أربعة أهم الصفات الإيجابية لبرج الحمل اللي هي القيادة الاستقلالية الدينماكية اللي هي الحركة الاندفاع الطموح الشجاعة القدرها على التنفيذ الصراحة الكرم والصدق أما بالنسبة للسلبيات فهي بتيجي على الاستبداد التعجرف عدم الصبر التسرع الأنانية الغير القوية التركيز الذاتي اللا دبيوماسية في التعامل برج الثور برج الثور من 21 أربعة لغاية عشرين خمسة أهم الصفات الإيجابية هي تحمل المسئولية الشاعرية قوة العاطفة المحافظة على التقاليد التصرف العملي الواقعية الوفاء المثابرة الصبر هدوء الأعصاب عدم التسرع أما بالنسبة للصفات السلبية فهي العناد الطمع حب التملك خصوصا بالماديات العصبية التحرك البطيء الثرثرة النقاش برج الجوزاء برج الجوزاء برج الجوزاء من 21 خمسة ولغاية 21 ستة الصفات الإيجابية هي الذكاء قوة الإقناع قوة العاطفة قوة التعبير الخيال الخصب جدا وخصوصا في مجال الكتابة والتأليف والابتكار الفضولية الحركة الدائمة سرعة الإختلاط بالمجتمع أما بالنسبة للصفات السلبية عدم الصبر التشتت الذهني السخرية عدم تحمل المسئولية عدم المثابرة الثرثرة العصبية عدم الاستقرار يعني في تقلب برج السرطان برج السرطان من 22 ستة لغاية 22 سبعة الصفات الإيجابية هي الترابط العائلي لا سيما مع الوالد تحديدا ولكنه في عنده حب للعائلة قوة الحدس الحساسية قوة الذاكرة اكتساب المعرفة التعاطف مع الغير الخيال الخصب الاقتصاد الصبر التركيز الميول الفني المحافظة على السر أما بالنسبة للصفات السلبية فهي الميزاجية التشاؤم الحذر المبالغ فيه الأنانية التكاسل البخل والجبن برج الأسد برج الأسد من 23 سبعة ل 22 ثمانية الصفات الإيجابية الاعتداد بالنفس الطموح التفاؤل النزاهة الإبداع الرومانسية والكرم الصفات السلبية الغطرسة السيطرة التظاهر الإسراف عدم تقبل النصيحة والمراهنة أي المقامرة برج العدراء برج العدراء من 23 ثمانية لغاية 22 تسعة الصفات الإيجابية النشاط التنظيم الإجتهاد التدقيق المواظبة البحث عن الكمال التوجه العلمي الصفات السلبية الانتقاد التشكيك الكآبة عدم القدرة على الإقناع عدم القدرة على الدفاع على الدفاع عن المواقف التركيز الذاتي برج الميزان برج الميزان من 23 تسعة ولغاية 22 عشرة الصفات الإيجابية الرومانسية الدبلوماسية الجاذبية الشخصية الإنصاف المسالمة التعاون الكرم الناحية الفنية الصفات السلبية التردد التقلب عدم الصبر العناد الثرثرة السذاجة الخمول والنهم النهم هو الإفراط الجنسي والتنازل برج العقرب برج العقرب من 23 عشرة ولغاية 21-11 طبعاً الصفات الإيجابية التصميم ضبط الأعصاب التنفيذ الشجاعة الإقدام التوجه العلمي الإبداع في العمل الثقة بالنفس الدراسة الروحية قوة العاطفة الصفات السلبية الانتقام التكتم والغموض العنف الشك الغيرة التطرف والتهكم التهكم لهو الغرور برج القوس برج القوس من 22-11 لغاية 21-12 الصفات الإيجابية الاستقامة المثالية الاتساع الفكري الصراحة التوجه الفلسفي الطيبة محبة الحرية الوفاء محبة الرياضة قوة الملاحظة اكتساب المعرفة التفاؤل الكرم التحمس لفكرة الصفات السلبية النقاش الثرثرة والمقاطعة اثناء الحديث عدم الصبر والتسرع المقامرة الحاجة الى الدبلوماسية الانفعال المبالغة برج الجدي برج الجدي من 22-12 لغاية 19-1 الصفات الإيجابية الإحساس بالواجب والمسؤولية العمل بكد ونشاط المثابرة وقوة الاحتمال الواقعية والجدية الطموح الاقتصاد الحذر وعدم المغامرة التشبت بالأمور العملية والتقليدية الصفات السلبية الأنانية عدم المسامحة العناد التقيّد التشاؤم الغموض الوسوسة الإدراك البطيء برج الدلو برج الدلو برج الدلو من 20-1 لغاية 18-2 الصفات الإيجابية الحرية الاستقلالية الفردية الابتكار التوجه العلمي والفني الإنسانية قوة الحدث الذكاء الصدق التسامح الصفات السلبية المفاجآت غرابة الأطوار التمرد الملل من التفاصيل المزاجية العصبية عدم الوضوح البرود العاطفي برج الحوت برج الحوت من 19-2 لغاية 20-3 الصفات الإيجابية قوة العاطفي الحب المثالي التعاطف مع الغير التضحية مساعدة الضعفاء الإحسان القدرة الفنية الحدث السفر واكتساب المعرفة الصفات السلبية المزاجية العناد التشاؤم الأحلام الثرثرة التقيد العاطفي الكسل التهرب من الواقع عبر الكحول تدخين مسكنات مهدئات طبعا هيك احنا أنهينا الصفات ولكن الآن أنا بدي أعطيكو شغلة لأنه في كثير ناس ما كملت معنا ما حبيت أحطها في المقدمة ولا بالوسط عشان اللي يكملوا معنا وحابين يستفيدوا من أسلوب أو طريقة الفن في عملية استخدام التحليل شو باجي بعمل أنا باجي بحسب بحط أول إشي الكواكب زي ما حكينا يوم أمس بنحط التواريخ بنطلع الكواكب الآن ممكن يجي مولود مثلا عنده الكوكب مكرر مرتين اثنين اثنين يعني هاي الصفة تدعمت بأنها أكيد موجودة فيه يعني مثلا اثنين واثنين أو واحد وواحد أو ثمانية وثمانية فهاي الصفات بتكون على الأكيد لأنها الضاعف احتمالي يعني الضاعف وجودها بالرقم معناته تأكدت على أنه هاي الصفات موجودة فباجي أنا بحط زي ما حكينا تاريخ الميلاد بحط الأرقام بحط صفات الأرقام على حسب الكواكب وأرقامها بعدين باجي بحط هاي الصفات بكون حافظها أو كاتبها فباجي بحطها الآن المتشابه في هاي الصفات معناته أكيد رح يكون موجود عنده الآن المتناقض يعني مثلا حاط أنا في صفات الأرقام أنه نشيط وتكرر الرقم نشيط مثابر وإجا في تحليل شخصيته في صفاته السلبية كسول قليل الفهم لا بشيل كسول ماشي لأنه عكس نشيط بمعنى تكررت هناك معناته هنا أجت على عمليةنا فيها فهيك أنا بصير أقرب للتحليل للشخصيات هاي يعني ما بأخذ بالشيء اللي بيتكرر مرة وحدة بأخذ بأقوى الأشي اللي بتكرر ثلاث مرات بحطها هاي كصفات أساسية بعدين الأشي اللي بتكرر مرتين كصفات ثانوية بعدين اللي تكرر مرة بحطها احتمالية وجودها الآن إذا تناقضت بشطبها هيك بكون أنا حللت بنسبة عالي جدا للأشخاص عشان هيك احنا منقول هاي مهارة الآن في أشخاص مثلا من يجي منقول مثلا عندهم التشاؤم التشاؤم ممكن يجي من السفر التشاؤم في حياته عادي ككل في التجارة في المغامرة عايش تشاؤم في إيش ولكن هي كصفة التشاؤم موجودة فيه ولكن على أي باب مثلا يجينا ويقولنا الوسواس طيب الوسواس هذا على إيش على أي اتجاه الأحلام الأحلام أحلام يقضى ولا أحلام كأحلام فهيكي إحنا بنوخذ كنوع من أنواع التحليل العميق بالنسبة للشخص كل ما زادت ممارستك لاحتساب هاي الأرقام وتحليلها كل ما زادت سرعتك في عملية تحليل الشخص يعني بصير الشخص مجرد ما يالتاريخ ميلاده فورا خلص حكى التاريخ تلاقي حلقة صراحتك آه أنت برج التور العشرية كذا صفات العشرية طبعا ذكرناها إحنا في الحلقات يعني اكتب اللي بده يتابع صفات العشريات بكتب آه هاي العشرية الأولى هاي كوكبها كذا وكذا هاي أول صفات قديش تاريخ ميلادك اليوم الشهر السنة آه بطلع عندك رقم اثنين ثلاثة وطلع عندك السنة هيك معناته هي اليوم والشهر والسنة ومجموعهم بطلع عند الرقم هاي أساسيات آه وصفات برجك واحد إيجابية وسلبية بصير آه يوى معناته أنت صفاتك واحد اثنين ثلاثة أربعة بتحب كذا وكذا وكذا وتكره كذا وكذا وكذا عند الصفات السلبية احتفظ فيها نصيحة احتفظ فيها لأنه لمين ما بدك تقول الصفات السلبية رح يهاجمك ويقول لك لا 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 نزلت نسبة توقعاتك كثير لا 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 أنت ما صبت بالسلبيات فعشان هيك احتفظ في السلبيات لنفسك وتحكيش فيها هيك هيك بتكون أنت يعني نجيت حالك من انتقادات ونجيت حالك من أنه يهاجمك طبعا هذه الطريقة اللي أنا عطيتكم إياها هاي تستخدم لا اللي هو احنا منعلمهم لموظفين الـ HR اللي هم اللي بكونوا بعملوا مقابلات مع الموظفين فبيحللوا شخصياتهم بطريقة معينة طبعا مش هاي الطريقة في طرق أخرى فبيحلل شخصية هذا الشخص اللي بده يجي قابل عنده فبيكون قارؤه يعني عارف وين ممكن يعصب وين ممكن ينسحب وين ممكن هذا وين يصلح أنه يكون فهاي من المهارات في أمور اللي ها علاقة بهاي برضو اللي بستفيدوا منها اللي هم اللي بتعاملوا بعلاج التحليل النفسي يعني اللي بيشتغلوا أو تخصصهم تحليل نفسي ممكن من خلالها يعرف نقاط الضعف اللي موجودة عند الشخص هذا أو الخلل أو من ممكن أنه الشخص يعني يتأثر عليه بسلبياته فبيبلش يعزز له نقاط قوة فيها على أساس أنه يعالجه المعالج النفسي بصير وظيفته أنه يمسك النقاط الضعف هاي ويحاول أنه يعززها عشان يطلع المريض أو يطلع الحالة هاي من الضعف اللي هي بتعاني منه أو المشكلة اللي هو بعاني منها الآن أنا ليش علمتك إياها لأنه هاي من خلالها بمختصر أنت بتعرف تتعامل مع أبناك بتعرف تتعامل مع أحباك بتعرف نقاط ضعفه وين نقاط قوته وين وين أنت الأشياء اللي تركز عليها إيش الأشياء اللي تبعد عنها وما تدخل فيها لأنه ممكن تفتح جبهة وفي نفس اللحظة بتعرف أنه هاي المشكلة مش يعني مش مكتسبة هاي مشكلة موجودة عنده إذا هو تجاوزها على حسب مجتمعه تربيته دراسته هاي معناته إنجاز منه على هذا العمر ولكن مثلا نقول هذا الإنسان بطيء أو استعابه بطيء تيجي أنت فجأة بدك تخليه ذكي ونشيط ورياضي وينجح في مبارايات صعب لأنه هاي صفات مكتسبة عنده ممكن يلعب رياضة بس ممكن ما يلتزمش فيها لأنه بحب الجلسة في البيت أكثر قلة الحركة أكثر ولكن بتطلع بشوف إنه لا هذا عنده مثلا رغبة قوة في الخيال في الكتابة فبعزز عنده قدرته على القراءة أو الروايات أو طريقة كيف يعبر عن الخيال الخصب هذا بدل ما يصير كذاب يصير يستغلها بكتابة رواية أو قصيدة شعر أو حتى خواطر يعني يعبر عن هذا أو حتى يألف مصرحية أو يألف فيلم أو يألف قصة فهنا أنا بستفيد من هاي النقاط حتى لو بعلموا الرسم عشان يفرغ الطاقة اللي عنده يعني بمعنى آخر أنت ممكن تستفيد أشياء كثيرة وواسعة في هذا المجال إذا أنت رأى أحسنت إنك تستخدمها وتركز فيها بتصير أحسن من أحسن واحد تبعها مواقع أبرج لأنه أنت هون بتصير عندك القاعد الأساسي اللي من خلالها ممكن تتعامل مع أي شخص وتحلل شخصيته بسرعة عالية جدا أتمنى أني أنا أفدتك في هاي المعلومات وطريقة الشرح واستخداماتها عشان أنت تستفيدوا منها لا تنسوني من دعائكم وبرضو استخدموها في الخير ما تستخدموها في الشرح لأنه هذه أماني أصبحت بين إيديكم ممكن أنك أنت تستثمرها في مساعدة الناس هاي من كون انتهينا من حلقتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم ومحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر